السلام عليكم متتبعي قناة وصفتي سريعة اليوم ما دي نقدم لكم بيزا بحجم عائلي كتجي فعلا رائعة وكتستحق تجربة في العجبكم في فيديو ديناديا اليوم ما تنسوش اعجاب للفيديو واشتراك في قناة فعله دائما جرس دلس لكم جديد نخليكم مع المقادر وطرقات التحضير وفرجة ممتعة عنديك مكونات في هذا الوصفة هنا يعندي 600 جرام من الدقيق يكون منخول السكر لان نستعمل ملعقة صغيرة وماء بارد من المجمد او التلاجة لكون بارد الملح بيضة واحدة و250 جرام ديال الزبدة ديال التوراق اول حاجة كناخدو ايناء ولنوضع فيه الدقيق لما نخول سوف هناك توضع ملعقة صغيرة تكون غير ممتلئة من الملح وكتضيفو ملعقة صغيرة من السكر الخشين او سكر حبيبات وش كي تتحمر لكم فقط سوف يوغادي ناخدو الحكاكة نتانا وغادي نبدو نحكو الزبدة في الرقيقة بهذا الشكل هذا هادي تكملوا الكمية كاملة اللي عندكم هادي نستمروا بنفس طريقة هادي نكمل الكمية كاملة سوف نبس بس مزيان هاد الزبدة مع الدقيق يعني كتدخلوا فيها ماشي كتعجنوها او كتدلكوها فقط هي كتجمعوا بديك الدقيق كترملو مزيان العجينة نتاكم اللي لقتوهم كورفة كتتحلوه غي بيديكم مع الدقيق وكترملو العجينة الدقيق نتاكم ففي بهذا الشكل هذا وهنايا غادي نضيف بيضاء في الواسات وكتاخدوا القليل من الزعتر صافي وغادي نبدأ نجمع فقط نجمع مند الكوش العجينة لانه ما غاديش يبقى فيها الشكل ديال التوراق فلي ذلك غادي نجمعه مزيان بالماء البارد ويقوب合ه مزيان بالميادة التي لناجمعها العجين انتاعي بهذه الطريقة هذي سوف نغطيها ونوضعها في تلاجة سوف نغطيها على شكل طولي ونضعها من الفلفل الأسود ونغطيها ونغطيها سوف نغطيها في هذا الوقت سوف نضيف الكرامر الحشوة تكون اختيارية ليس بالضرورة تستعملوا نفس المقادير نفس الحشوات التي تكون متوفرة في المنزل تستعمل هنا الكرامر متوفرة في المجميد استعملته وضعت القليل من الزبدة وقليل من الفلفل الأسود وقليل من الملح ونغطيها نغطيها نغطيها سوف نغطيها سوف نغطيها سوف نغطيها وقليل من الماء وضعت لها الكرامر وضعت شحر لي وضعت لها وضعت لها الزيتون سوف نغطيها تماما من الماء لأن الفلفل الأحمر كان لدي في المجميد وصفي الحشوة هنا ها هي واجدة هناك تأخذ بعدما طيبت الحشوة وجدت ليها فأخذت العجينة نتاعي وكنت لقها تبدل لك ترشو سطح العمال مزيان سوف نشكلها على الشكل التبصيل نتاعي نتاع الفران على الشكل المستطيل كنحاول نقدلها الجوانيب باش مت اني باش مت جيش شي داخل شي جي مقدة لجينة نتاعي صافي بهات الطريقة هادي كنجمعها بتلك بهات الطريقة هادي وكنت اخدو صافيحات الفرن تاكم وكتوضعوا فيها العجينة تاكم هنا التبصيل الدهنه بالقليل من زيت او الزبدة وكتوضعوا العجينة ديالكم هنا غادي نتكي العجينة نتاعين زيان بالشوكة لانها غادي تنفخ جربوها البنات كتجي فعلا رائعة ولديدة ولديدة بساف هنا غادي تصوص طوماد غادي تلقاوه في القانات نتاعي محضراه نتاع البيتزا محضراه وغادي نترحان فوق العجينة محضراه في بات الشكل هذا وكتوضعوا الحشوة انتاعكم هناك توضعوا كنرش الكرامر الليها بات الشكل هذا ثم غادي ناخد طون وغادي نحطه كقطاع من الفوق بهذه الطريقة هذي ففي بات الشكل هذا ثم غادي ناخد جبن وغادي نحكو بعد ما حكيتوك نوضع الزيتون وفوق بالنهو اللي وضروري وصفي بهذا الشكل هذا ونوضعها في الفران الطابلية من التحت ثم بعد من الفوق هنا بالنسبة للعجل المتبقي فنشكله الى شكل دائري ونوضعه في صفحات الفن اللي مدهون والصوص طومات والحشوة كذلك وكنزينها بالفروماج ويمدزين كيبقى اختياري لكم والحشوة اختيارية بنسبة للعجينة ما ترققوهاش بزاف ترققوها بزاف تكون مرقيقة مغليدة سوف نوضع الحشوة كما وضعت الاخرى سوف نوضع الجبن ساعي والزيتون ثم سوف نوضعها في الفران هنا ايام بعد ما طبط ليا البيتزان ساعي هذا هو شكلها سوف نقطع نوري الشكل ديالها الأحسن نقطعها بالقطع بات الطريقات هذه يحس أحسن اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة